بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة معكم الدكتور فيصل سالم الهيشري سأواصل شرح مقارن كيميو عضوية واحد وسنمر الآن إلى شرح الأنواع الأساسية للتفاعلات العضوية في الجزء الثامن من المحور الثاني إذن من الأنواع الأساسية للتفاعلات العضوية هناك تفاعل الاستبدال أو تفاعلات الاستبدال وتفاعلات الاستبدال هي تلك التفاعلات التي تحل فيها ذرة أو مجموعة من الذرات محلة ذرة أو مجموعة من الذرات الأخرى في الجزء المادة المتفاعلة سنأخذ مثال هذا المراكب التالي هذا المراكب التالي كما تلاحظون يوجد لدينا هنا رابط بين الكاربون والكلور إذن وجود رابط بين الكاربون والكلور كما تلاحظون هي رابطة قتبية نتيجة للفرق في الكهر السليبية بين الكلور والكاربون فبالتالي إذن الإلكترونات هي متجهة نحو الكلور نتيجة كما قلنا لأن الكلور له كهر السليبية أكبر من الكاربون وبالتالي إذن توجد لدينا هنا رابطة قتبية هذه الرابطة القتبية تؤدي بالتالي كما سبق وقلنا إلى انكسار غير متجانس أو غير متماثل حيث أن الكلور له القدرة على أن يسحب تماما هذا الزوج الإلكتروني ويؤدي بالتالي إلى ظهور شحنة موجبة على هذا الكاربون إذن من خلال هذه العملية يمكن للكاربون الذي يصبح لديه شحنة موجبة أن يتفاعل مع أي جزيء أو مع أيون له شحنة سالبة كما هو الأمر هنا وبالتالي إذن الأكسيجين تتفاعل مع الكاربون بهذا الشكل مما يؤدي بالتالي إلى خروج سي أل سالب وارتباط الكاربون مع أو أج فبالتالي كاربون إذن قام باستبدال كلور بمجموعة أو أج ويسمى هذا التفاعل تفاعل استبدال كما تلاحظون ونتحصل بالتالي على هذا المراكب أما التفاعل الثاني من الأنواع الأساسية للتفاعل العضوية هو تفاعل الإضافة خلال هذا التفاعل يضاف كواشف الإضافة إلى المراكبات الغير مشبعة نأخذ مثال هذا المراكب هذا المراكب إذن كما تلاحظون يحتوي على رابطة ثنائية إذن هو مراكب غير مشبع إذن في هذا المراكب الغير مشبع توجد دين هنا رابطة سيجما وتوجد كذلك رابطة باي توجد كذلك إذن رابطة سيجما من هنا وتوجد كذلك رابطة باي كما سبق وذكرنا ذلك أن الرابطة باي أضعف من الرابطة سيجما وخلال التفاعل هنا هذا الكربونين المرتبطين بالرابطة باي يمكن لهم أن يستقطب روابط جديدة مع عناصر أخرى من خلال كسر الرابطة باي وتكوين روابط جديدة عملية الكسر هنا يمكن أن تكون على هذا الشكل من خلال كسر متجانس أي أن كل كاربون سوف يأخذ إلكترون هنا بنصف رأس ويصبح لدينا إذن كاربون على كل كاربون توجد إلكترون منفردة مما تصبح إذن له القدرة على أن تتفاعل مع عناصر أخرى تحمل كذلك إلكترون منفرد مثل ما هو الحال بالنسبة لجزء H2 إذن كسرت كذلك الرابطة بين جزء HH يؤدي كذلك ظهور إلكترون على الهيدروجين وإلكترون على الهيدروجين إذن ثم فيما بعد يتم الرابطة بين الكاربون والهيدروجين وتحصل بالتالي على المركب التالي ويسمى هذا بتفاعل الإضافة النوع الأخير من الأنواع الأسئلة المحتضية هو تفاعل الإنتزاع خلال تفاعل الإنتزاع سيتمكن هنا من نزع جزء صغير من المادة المتفاعلة بحيث يصبح المركب غير مشبع مثل ما هو الحال في هذا المركب التالي هذا المركب التالي كما تلاحظون يحتوي على مجموعة OH وهذه الرابطة هي رابطة قتبية إذن في الرابطة القتبية كما سبق وقلنا فالأكسجين الذي له كاروسيا لبي أكبر من الكاربون سيقوم بسحب الإلكترو الإلكتروني هذا السحب الإلكتروني ممكن أن يصل إلى حدود كسر الرابطة بين الأكسجين والكاربون وإذا تم الكسر بين الأكسجين والكاربون يصبح هذا الكاربون إذن هو كسر غير متجانس ويصبح هذا الكاربون له شحنة موجبة وخروج الOH على شكله OH سالب ظهور هذه الشحنة الموجبة على هذا الكاربون يصبح غير مستقر ليستقر هذا الكاربون الموجب يقوم بسحب الإلكترونات من الكاربون ألفا هذا الكاربون ألفا إذن يسحب هذا الزوج الإلكتروني تماما هنا ويتصبح لدينا إذن رابطة باي وخروج H إذن انكسار هذه الرابطة وخروج H موجب إذن يصبح لدينا H موجب مع OH سالب إذن مركب الماء كما تلاحظون هنا ونتحصل بالتالي على الرابطة باي من خلال كما سبق وقلنا انتقال هذا الزوج الإلكتروني هنا فتكون الرابطة باي وهذا التفاعل يسمى تفاعل الانتجاه